أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وانتي طالعة اليوم الستات يعني جزء مهم وجزء مكمل لأناقة السيدة أو الفتاة هي الحقيبة كتير ستات بيهتموا بالحقيبة وكتير الشنطة مرات بتكون على نفس اللبسة بس بغير الشنطة والإكسسوار اللي أنا حاطته بيعطيني لوك جديد ومختلف واليوم بسعدني أرحب بالمصممة هي أردنية بس بتصميمها تصميم عالمي لأنه بتسافر ومنتجاتها منلاقيها ببلدان كتير بره وموجودة عليها اسمها هي فرح أسمر أهلا وسهلا فيك يا فرح نحن كتير منعتز بمصممة أردنية سنية يعني أنت موجودة أسميكي على الحقائب اللي أنت بتصنعيها وكتير مننبسط لما نشوفك حتى باستضافات بقنوات فضائية عربية عديدة وأنا بالصدفة يعني دايما بكون هيك بقلب بلاقي دايما فرح أسمر بأكتر من مقابلة وبأكتر من محطة وهذا إشي كتير بسعدنا ومنفخر فيه أهلا وسهلا فيك فرح أهلا وسهلا فيك نسترين ثانكيو كتير أول شي على الإستضافة الحلوة دايما بهمني أني أكون معكم عشان نشوف شو الأشياء الجديدة اللي دارجة بعالم الموضة بالنسبة لعالم الحقائب بحاول جهدي كتير أني نكون متابعين عالم الموضة بس يكون في بصمة معينة لفرح أسمر هلا الحمد لله كتير مع الوقت بيمر الواحد كتير بيترايل وقرر اللي هي المحاولات والأخطاء اللي ممكن تتلع مع الواحد عبين ما تتعلمي شو الطريقة اللي أنت بدك المنتجاتك تكون تطلع فيها وأكيد كمان دائما بيكون فيه تطوير على هالشي مظبوط هلا اللي شايفته أنا كأنه يعني حسيت من ألوان والموديلات لشتا 2014-2015 رجعت الشنات الكبيرة إجت فترة كنا صغار وعليهم كبسات وإحنا لما استضافنا بالضبط كتير هلا لأ عم بنشوف إشي كلاسيك أكتر ألوان غامقة رجعت والحجم أكبر تحكيننا أكتر عليهم هلا أنا الشيطة الماضي نزلت حجم كان أكبر من هيك فهذا الشيطة اعتمدت نزلت بالسيف هذا الموديل على بلوك كولرز لهو أنه منجمع بين ألوان ممكن تكون متضاربة بس تطلع بطريقة حلوة وممكن يكون فيها تناغم تطلع كأنها ألوان لا بقى على بعض كتير نجح معنا هذا الموديل فرجعنا طورنا لفصل الشتا بألوان غامقة هلا الإشي اللي عملته لهذا الموسم إنه حطيت التون والتكستشر اللي هو اللون والملمس يعني اللون واحد بس موجود بملامس مختلفة أكتر أهو بتسكريها بتسكريها أوكي بيصير عندك الطرف لبرة اللي هو هذا الشكل اللي كتير نازل دارج معنا التربيز لبرة هلا هنا مثلا بتشوفي عندك الجلد اللي متلك كأنه مخزق صغير وهو بترجع بتشوفيه السادة أوكي بالموديل اللي معك هلا مثلا رح أرجع أفرجيكي نفس لا الحلو أنا بس حابة أركز على الاسم الاسم فراح أسمر هلا أنا بحطه عادة من وراء وعفكرة عندي جل طبيعي عندي أكيد ريحتها ريحت الستوديو كله جنيه بس أكيد عندي الإشي اللذيذ أنه عندي الناس تحملها مثل ما أنت هلا أحطتها بيحملوا الليبل لأقدام أنا بموديلاتي بحب الليبل يا يكون لوراء يا يكون موديل كتير صغير رح نشوفه هون يعني شيء يكون كتير ناعم من شاء تقدر تكون يعني بتركزي على موديل الشكل صحي هلا هون كمان مثل اللي معيك عم منشوفها باللون الكوحلي عم بتشوفي بالملمس اللي هو مثل القش بس هو جلط طبعا أوكي ففي عندك وبرده بنفس الطريقة ممكن بس لزم تفكيها نعملها بهاي الطريقة أوكي أوكي سير فاتحة أكتر مش مضبضب أكيد فهلأ هي بتوسع حسب ما انت كيف بتضيق وبتوسع فيها حسب احتياجاتك في عندي كتير من الصبايا اللي يعني اللي بشتروا من عندي بحبوا شونتلي كبيرة لأنه الشياء هم توسع يعني بوسع كل شيء شنطة الست شقة أكيد شقة بنافعة صحيح أنا دايما بقول نفس الشيء لأنه أنا من الناس اللي بحط أغراض كتير كتير صحيح طيب هلا هاي يعني ممكن لطلعة كم لي انتي طلعت اكين هاج لأنه لا بأعلي انتي لابستي أوكي هلا عندك الأبيض واسود نهارية ممكن المسا أكيد هلا عندك الأبيض واسود من الموديلات اللي كتير درجة معنا لأكتر من موسم مونوكروم دايما بيكون موجود حبيت أعمل المكس بين أبيض واسود بس عشان ما يكون كتير قاسي حتيت برضو من نفسهم البرونز اللي موجود فأنتي بتعملي لما نعمل مجموعة كاملة لازم تكون مثل عائلة لما بتحطي القطع جنب بعد تكون مبينة أنه في تناغم بينهم هلا موضة الجلد كيد الجلد دايما الجلد على طول موضة بس مرات بالشتة بتخل فرو يعني اجت فترة كان كتير في موضة داخل الفرو أو المرات الشموع أكيد أكيد هلا هون انت مثلا عم بتشوفي جلد وعم بتشوفي جلد حية أكيد فهون المكس بيكون بين جلود أبقار ومسلا هون جلد الحية لهاي القطعة إذا بنقدر نقرب عليها بمين عندك أكتر أكيد فكمان بتكون عندك ملامس مختلفة بألوان مختلفة هلا للشتة اللي قدام أكيد بنننزل فرو بالسيف ممكن يكون عندك البي في سي أو اللي هو الشفاف بنشوف كتير الشفافة على ألوان النيون بسا موضة أكيد هلا أنا من الناس اللي ممكن مش كتير بأعتمد ألوان النيون بتصاميمي وهذا الشي اللي ممكن بيميزني عن غيري إنه الناس اللي بيشتروا من عندي بحسوا إنه البي سلي بيشتروها تايملس يعني بتبقى معي بتضل لمواسم مختلفة صحيح 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 بحاول كتير كلاسيكي أكتر بحاول كتير بس داخل في الموضة وحلو كمان هاي الإضافات يعني ممكن نبدلها كمان في موضة صحيح من موديل الشنطة بتحس حالك إنه أخدتي أو مسكتي شنطة صحيح وإحنا نحاول نعتمد هاي الألوان كمان دي أفرجيكي هاي الألوان الترابية يعني كمان هاي ألوان هاي من مجموعة عفكرة وش شتا هاي من مجموعة ربيع صيف 2014 اللي نزلناها تزبط هلأ كمان كمان عندي ناس لسه بشتروها لهاد الفصل اللي نحنا فيه فصل الخريف لسه بتكوني مش كتير دخلتي بفصل الشتا وهاي السنة الإشي اللي أزيز معانا كمان بفصل الشتا إنه فيه ألوان فيه ألوان فيك تلبسي كوتس ملونة فيك تلبسي فساطين ملونة برينتس معرق فدايما حلو إنك إذا البستي شي مثل مثل أنا لابسته اليوم برينت أبيضه أسود ملبق معه إنه بتحملي هيك ما بعرف إذا الكاميرا عم تقدر تشوفه أوكي مثلا هون المني هاي كانت المني حتى هاي بتزبط من الكبير عفكرة يعني مش لازم زمان كانت اللون الشنطة مع لون الفسطان وكان لازم شرط من الشروط الأناقة إنه الشنطة والحذاء يكونوا نفس اللون صحيح صحيح هلأ لا هلأ فيه حرية أكتر إنه الواحد يكون حر بالألوان وباختيارها وبالتلبيق حتى لو ما كانت لابقة بتصير موضة هلأ كل شي صحيح كل شي عم بلبقوه على بعض عم بيكون موضة كل شي موجود عندك بالسوق موضة ممكن تشوفي حدا لابس كله مثلا أسود والحذاء هو اللي يكون ملون ممكن تشوفي برينس والحذاء حتى ملون معهم برينس يعني يا بتروحي كتير على الصارخ يا بتروحي عم تكون كتير كلاسيك أو فيه الكتير سبورتي اللي هم ممكن تكون لابسة كنزة مع سكيرت مع هلأ سنيكرز اللي هم بواط الرياضة هلأ كتير كمان درجين عنا موضة فهلأ الإشي اللي أنا مثلا حبيتهون أعمله بهذه الإطعاء إنه هي مني من هاي الإطعاء من هذا الموديل بس يعني مطوق نفس عندك نفس الكت أوكي هاي الإشي اللي هلأ عم بيميزنا كتير الخطين ونفس هاي الفكرة صحيح إذا بدي صحيح موجودة معها كمان جيب من قدام أوكي وكمان أنا كتير مهم عندي إنه حتى قد ما تكون الشنطة صغيرة تكون واسعة أيوة أوكي فهلأ هون عندك من جوا إذا فيها كمان الكاميرا تشوف في عندك جيب في عندك سحابات في عندك سحاب النص كمان هذا الإشي كتير لذيذ وأكيد كل شنطة بتيجي بيكون في معها الستراب تبعها اللي هو خلينا نقول الإيد الأطوار الإيد الأطوار إذا بدنا نطول الإيد صحيح صحيح بس هدول يعني نادر استعمالهم على فكرة هدول أنا بالنسبة إلي مقيمهم من الشنطة على فكرة كل حدا حسب شكل لأنه أنا مثلا كتير عندي زباين بتحب تلبس الشنطة كروس الكروس طلاق هاي بتثبط هيك بالإيد تثبط كروس كمان بتثبط إذا ركبتي عليها بالسنب السفر أكيد الواحد بضمن إنه شنطته أكيد معه ما بتضيع وبتنسرق أو لازم يكون في ميكانزم للشنطة مش بس شكل صحيح ومش بس بتوسع كل أغراضك لازم يكون في ميكانزم إنك تقدري تلبسيها عملية مريحة بأكتر من طريقة صحيح مش بس اللبسة المريحة الشنطة كمان بديها تكون مريحة أكيد 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 منحاول إنه تكون هالإشياء موجودة عنا سواء بالكلوتشز هنا كمان طبعاً عم بتشوفي الشنطة الكبيرة لها الإيد أكيد الطويلة بكي تحمليها بالإيد الطويلة وفيك تنزليها وتحمليها عيدك كمان حلو أنت كيف أنت بتلبسي الشنطة كل ست ممكن تلبسي الشنطة طريقة كتير مختلفة لستايلين تسكتها للشنطة كمان ممكن تكون الشنطة أنيقة بس المسكة إلها مش أنيقة فما بتشوفيها حلوة صحيح تضبط فهذا كتير مهم أنا بشكرك فرح أسمر لوجودك معنا و لوضعنا بصورة ألوان وموديلات شناتي 2014-2015 لهذا الموسم يعطيك ألف عافية وبرجع كمان مرة بقولك إحنا كتير فخرين فيك شكرا لإلك شكرا لإلك كتير فخرين إنه في صناعات أردنية في تصميم أردنية صحيح تضاهي مركات عالمية إيف سان لوران ومركات يعني بنشوفها بره إن شاء الله أكيد لشنا بالكواليتي بالفينيشينج بالألوان بكل إشيء بالموديلات أنا بتشكركم دائما على الدعم المستمر لأنه عن جد هذا الإشي الوحيد اللي بيخلي مش بس أنا يمكن أي مصمم أو أي مصممة عندنا أردنية إنها تمشي أكتر يصير في عندها تشالنج أكتر مع الدعم المستمر دائما فيه تحدي أكتر بتصير بتتعطي أكتر فإن شاء الله يكون إنه نحن عقد المسئولية ونكون عم نقدم شي كتير حلو شكرا إليك فرح كل التوفير بتمنى لك ياه وشكرا إلكم مشاهدينا لقاءنا معكم لليوم انتهى بس بكرة في يوم جديد إلى اللقاء